أكد خفر السواحل الأمريكي أنهم عثروا بالقرب من موقع سفنة الغارقة تايتانيك على حطام قد يعود للغواصة الصغيرة المفقودة منذ صباح الاثنين والتي تضم على متنها خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أثرياء خفر السواحل أكدوا أن بقايا الحطام تتشكل من مادة الكاربون وهي المادة التي صنعت منها غواصة تايتان هل حصل انفجار في الغواصة كنتيجة للضغط الهائل على هيكلها الخارجي؟ ومن يتحمل تابعات هذه الحادثة؟ هل تنهي هذه الحادثة بالأساس نهائيا فكرة الرحلة السياحية العلمية؟ عمليات البحث في شمال المحيط الأطلسي تتواصل للعثور على ركاب غواصة فقدت خلال رحلة لمشاهدة حطام سفينة تايتانيك لكن الوقت يداهم فرق البحث إذ يتوقع أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة تايتان التابعة لشركة أوشن جيت اكسبديشن وكان رصد طائرات بي ايت كندية أصواتا تحت الماء في منطقة عمليات البحث قد أثار الأمل ووجه عمل فرق الإنقاذ لكن لم تعرف حتى الآن طبيعة هذه الأصوات ويتوقع وصول سفينة بحث فرنسية مجهزة بروبوت قادر على الغوص حتى حطام تايتانيك القابع على عمق 4000 متر تقريبا وله أذرع يمكن التحكم فيها عن بعد لقطع كابلات أو تنفيذ مناورات أخرى تساعد في تحرير غواصة عالقة لكن ما كان عمليات البحث على بعد 1450 كم شرق كيب كود على ساحل الولايات المتحدة الشمالي و640 كم جنوب شرق سان جون في نيوفاندلاند بكندا يجعل حشد عدد كبير من التجهيزات صعبا للغاية ويعقد مهمة البحث الممتدة على مساحة قدرها 20 ألف كم مربعة منذ انطلاق عمليات البحث أتى التفاصيل تدين الشركة المصنعة للغواصة مع انتهامات بالإهمال إذ جاء في شكوى أن مديرا سابقا في الشركة صرف من عمله لأنه شكك بسلامة الغواصة بينما قال المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة إن كوة الرؤية في مقدم الغواصة صممت لتحمل الضغط على عمق 1300 متر وليس 4000 متر وللمزيد ينضم لنا من نيويورك عبر زوم نائب أدميرل روبرت ماريت أستاذ في جامعة ساركيز أهلا بك على هواء الحرة ربما حتى هذه اللحظة تتواصل عمليات البحث في محاولة للعثور على هذه الغواصة المفقودة هل هناك أمال في العثور عليها؟ وإن حدث ذلك هل هناك أمال في العثور على من بداخلها أحياء؟ طبعا نحن نأمل أننا سنجدهم أحياء رأينا بعض التقارير عن رصد حطام إلى جانب حطام سفينة التيتانيك ولكن سيكون دينا ربما تأكيد حول ذلك بعد أن نستمع إلى المؤتمر الصحفي لخفر السواحل نتمنى أن تكون هناك عمليات إنقاذ في الواقع طيب هل هناك تفسير علمي لما حدث بالأثاث؟ يعني هذه سفينة أو هذه غواصة عفوا كانت تهدف إلى القيام برحلة علمية زيارة حطام تايتانيك ما الذي حدث من وجهة النظر العلمي؟ هل هناك انفجار كنتيجة للضغط الهائل؟ هل مواصفة هذه الغواصة بالأساس كانت مواتية للقيام بهذه الرحلة؟ نعم هذه الغواصة نزلت إلى 12 ألف قدم طبعا لا نعرف تماما ما حصل ربما أن تكون تحطمت لأن ثقل المياه من دون شك والضغط هو كبير للغاية طب يعني الأخبار المتوردة عبر وسائل الإعلام العالمية لسيما بالحديث عن سين ان تقول تسريبات الخاصة بها أن الحطام المكتشف بالقرب من تايتانيك يعود للغواصة المفقودة إن ثبتت هذه الأخبار إن تم تيقن منها هل تتغير بالأساس فكرة الرحلات السياحية العلمية؟ أعتقد أنه في المستقبل لابد من توخي الحذر هناك ما يدعو إلى هذه الرحلات وإلى التنقيب والاستكشاف وغيره في المحيط وفي الفضاء ولكن يجدر أن تكون هناك دقة وحذر كبير لأنه لا بد أن نأخذ مع الاعتبار المخاطر التي ترتبط بالعمل في بيئات خطيرة طب أنت تتحدث عن أن الرحلات العلمية ورحلات الاستكشاف والتنقيب يجب أن تستمر إن تحدثت فقط عن الرحلات السياحية أنت قلت أنه ينبغي أن يتم اتخاذ الحيطة والحظة نتحدث هنا عن رحلة كانت كلفتها 250 ألف دولار ما الذي يجب أن يتبخه سائح؟ تبغى أن هناك حذر ضروري فيما يتعلق بأي رحلة استكشاف كما قلت في الفضاء الخارجي أو في قاري المحيطات أو أي بيئة خطيرة علينا أن نعمل مع الخبراء أن ندرك ما هي المخاطر وأن نأخذها بعين الاعتبار من يأخذ بباله هذه المخاطر؟ يعني التفصيلات التي جاءت بعد ما اختفت هذه الغواصة لنقول إنها اختفت حتى هذه اللحظة لا توجد تأكيدات رسمية كانت تتحدث عن مادة الكربول وكانت تتحدث عن العمق الملائم لمثل هذه الغواصة هل يجب أن يلم السائح الذي يذهب إلى الفضاء أو الذي يذهب إلى أعماق المحيط بهذه المعلومات هي تقنية للغاية بنسبة إله لهذا هو يدفع هذا المبلغ الكبير من المال نعم طبعا هناك مخاطر في هذه العمليات ويجدر أن تدار هذه المخاطر وعلينا أن نكون واضحين حول ما نوجه من مخاطر عندما نتجه إلى قعر البحر طبعا هذا لا يعني أن نتوقف عن الاستكشافات خاصة العلمية منها لأنها أساسية لنفهم الكرة الأرضية والمنظومة الشمسية بطريقة أفضل طيب بعد النظر إلى هذه الحادثة ما هي المسؤولية الواقعة الآن ربما على الشركة المالكة والأسيما وأنها كانت قد انتقدت من قبل وحسب ما تواردت الأنباء فإن أحد الموظفين أو أحد المهندسين بشكل أحرى كان قد فوصل الانتقادي للتصميم الأمني لهذه الغواصة نعم يمكننا أن نقول من دون شك أنه ستكون هناك عملية تحقيق لمعرفة ما حصل تماما مع غواصة تايتن وإن كان هذا الحطام هو حطام الغواصة ستكون هناك دراسات كثيرة للتأكد من السبب الذي أدى إلى هذا الحادث وتجنبه في المستقبل بشكل عام هل الرحلات إلى أعماق البحار أو إلى أفاق الفضاء تكون محفوفة بالمخاطر إلى هذه الدرجة يعني حينما تنظر الغواصة إلى عمق المحيط إلى قاع المحيط ويكون ربما وصلات الأكسجن الخاصة بها تكفي فقط لستة وتسعين ساعة وحسب ما تم تداوله من أخبار وإذا كنت مخطئة برجاء التصحيح فإن إمكانية الدخول إلى هذه الغواصة تحديدا تأتي من فوقها فقط ليس من داخلها هل هذه الأوضاع دائما؟ هل هذه درجة الخطورة في كل هذه نوعية من الرحلات؟ مجددا كما قلت دائما هناك مخاطر أكنا نتكلم عن غواصة أو عن صاروخ في الفضاء الخارجي أو حتى عن طائرة هناك تدابير أمنية لابد من اتخاذها لسنا ندري إن كانت هذه التدابير كافية ضمن غواصة تايتن لذلك سنحتاج إلى تحقيق مطول لنعرف ما هي الأسباب نتمنى أن تكون العمليات الآن عمليات بحث وإنقاذ وليس عمليات بحث وانتشار هل الغواصة تايتن وما شبهها من غواصة تحصل على تصريحات خاصة أخرى قبل نزولها إلى قاعد المحيط؟ كما أفهم أعتقد أن غواصة تايتن لم تحصل على تصريح هذا ما تقوله بعض التقارير السحفية وأنا لست طبعا في هذا المجال خبيرا عما حصل مع غواصة تايتن فقط استمعت إلى معلومات صحفية تقول إنها لم تمر في إطار عملية تدقيق للحصول على التصريح خاصة لأن التكنولوجيا الكربون والتيتانيوم هي متطورة لها شكرا لك ضعيفي من نيويورك أبا أدمر روبرت مورت الأستاذ في جامعة سيركيس ترجمة نانسي قنقر